بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في دراس جديد من مدونة دروس ان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي تحل مشكلة عدم ظهور علامة تحميل برنامج في فيديوهات يوتيوب المشكلة دي ظهرت في متصفح جوجل وتصفح فايرفوكس يعني هنا في فايرفوكس وهنا في جوجل كروم علامة تحميل مش ظهرة بالرغم ان انا مساطة برنامج داوندود مانيتشار فازاي احنا للمشكلة دي ايه اولا بالنسبة من تصفح فايرفوكس هنروح لجوجل دوتكم وهنبحس عن اي دي ام سي سي تبحس عن اي دي ام سي سي هتظهر لك نتاج كتير هتضغط على النتيجة ديه وبعدين هتنزل تحت على كلمة انستور وتضغط و سيف فايل اوكي هتلاقي ان الفايل تحمل هنا لو عايز تعرف الفايل تحمل فين بتضغط كليك ايمين هيظهر لك ان انها نزلت في الدونلودز تمام فبعد كده بنروح لعلامة هنا على اليمين تضغط وبعدين تروح للادونز تضغط اوكي وهنضغط على علامة الترسي ديه ونضغط انستول ادون فروم فايل وبعدين هتدور على المكان اللي انت دو وانت فيه ال اي دي ام سي سي احنا قلنا انها في ال داونلودز هنا هي اي دي ام هتضغط دابل كليك عليها وبعدين هنضغط انستول ناو اي دي ام سي سي هزبين انستول ساكسسفولي اا وبعدين هنروح لالكستنشنز هتلاقي ان ال اي دي ام دي سيبول هتضغط انيبول وبعدين رستارت ناو دلوقتي لو جينا نشوف الفيديو بتاعنا هندقى ان علامة التحميل ظهرت هنا هيات وتحلت المشكلة بالنسبة لمتصفح فاير فوكس بالنسبة لمتصفح جوجل كروم الموضوع بيحتاج انك تعمل اوبديت لبرنامج ال اي دي ام يعني بتروح لبرنامج اي دي ام وبعدين بتروح لهيلب وتضغط اتشيك فور اوبديتس وبعدين بتضغط اوبديت ناو فبينزل الفايل حجمه خمسة ميجا او ستة ميجا تقريبا وبعد ما بالفايل ده بيحمل هنشوف المشكلة تحلت ولا ده لا وبعد ما التحميل خلص وهو بي بيسطة بالاوبديت ده اوتوماتيك تضغط فنش هنا بيقول اي دي ام انستل بروغرام مست ربوت your computer لترابع فيلزت وير نيوز اه اوك بطن تو ربوتر الكمبيوتر ناو فبيحتاج ان انت تعمل استارت الكمبيوتر علشان يقدر يستبدل الملفات اللي هو عملها اوبديت وبعد ما عملنا الريستارت للجهاز هنشوف المتصفح الجوجل كروم هتلاحظ هنا ان العلامة الدولود لسه ما ظهرتش فهنروح لعلامة السيتنج هتلاحظ هنا نيو اكستنشن ادت تضغط عليها وبعدين تضغط اكستنشن بعدين بتروح لالسيتنجز اكستنشن هتلاحظ هنا ان الاكستنشن انابول فهنقفل المتصفح ونفتحه ثاني وبكده ظهرت علامة فده بكل سهولة ازاي تقدر تعالج مشكلة عدم ظهور علامة التحميل لما بتفتح فيديو يوتيوب بالنسبة لمنصفح جوجل كروم او متصفح فارفوكس كده نكون خلاص ندرس النهاردة لو عجبك الفيديو ومتساش تعمل لايك سابسكرايب ان شير شكرا اشتركوا في القناة